مرحبا ردود الفعل عكليب ميريا مكلينك جديد صدرت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات متعددة منذكر منها الصحافة أمينة حماد ليه اللي قال الله يرحم الزمن الجميل أيام شرشف إليسا بوس الواوا وقه ونص حمزة اختصر الموضوع وقه لما كنت اسمع اسم ميريا مكلينك كنت فكرة عيادة طلعت مرض إحدى الصفحات الساخرة نشرت بوستر وقالت فيه بعد ما شفت فيديو كليب ميريا موجاد ما خطر ببالي غير الله يرحم أيام هيفا روبي نجلة ودومينيك يا فنانات الزمن الجميل أما جدغسن فعلق على تويتلا ميريا مو قال أنت مثل الليرة الوجه مثل الأفا يمكن اكتار مننا مرينا بموقف محرج نحن وعم نبعث ميسج بس منبعثها للشخص الغلط ولكن الموقف اللي انحطت فيها الصبية ما بتنحسد عليه أبدا والقصة بلشت لما هالبنة كتبت ميسج لصديقتها عم تخبرها وتشكيلها همة أنه هي عم بتخون صاحبها مع شاب تاني كان لازم تشوفه بكرة بينما صاحبها بالشغل ولكن معت فيها تعمل هالشي لأنه صاحبها لغي شغله ليكون معا وبهالشكل هي صارت محرجة قدام الشاب الجديد يلي عم تحكي معه إلا أنه هالرسالة بدل ما تبعتها لصديقتها بعتتها بالغلط لصاحبها يلي قرر ينتقم منها ونشر هالرسالة على تويتر وحسدت هالتويت أكتر من ستين ألف ريتويت ومن هالقصة ننتقل لقصة من نوع آخر وهي تحطم قارب وغرقه بسبب استخدام الشاب صاحب القارب آيباد لمساعدته بالملاحة من دون حتى ما يكون معه بوصلة ديفيد صاحب القارب ربما محط باعتباره أنه تروح إشارة الواي فاي من الآيباد وبالتالي تروح مع قدرة الآيباد على تقديم النصائح الملاحية يلي عم يستعين فيها ديفيد وهالشي سبب باستدام القارب مع عبارة ضخمة سببت بغرق القارب خلال نصف ساعة بالإضافة لغرامة مالية ضخمة بسبب مخالفة ديفيد للأوانين البحرية ومع هالخبر نكون وصلنا لنهاية أخبارنا الليلة لمزيد من التفاصيل وأخبار أخرى تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر انستجرام وسناب شات وعلى أكيد ما تنسوا تتاج أند هاشتاج ترينز حتى نقدر نتبع أخباركم ونقول بنشرات لاحقة تصبحوا على خير